يا صباح الفل او مساء الفل معاكم شريفة حمدي ان شاء الله المهاردة هنعمل بطرول لسن من ثلاث شهور لست شهور احبا بس اولا اشكر شركة زاكنج على التعاية والاعلان للفيديو اه ان شاء الله بقى الفكرة ان احنا النهاردة هنعمل بطرون يبقى في كزا بطرون لكزا حاجة يعني تقدر تستغيب للبطرون مش مش لحاجة واحدة بس يعني احنا هنعمل النهاردة بطرون ينفع يتعامل منه فستين وينفع يتعامل منه التيشيرت وينفع يتعامل منه يعني شكلين للفستين او تلت اشكال او اربع اشكال كمان تابعوني الاخر الفيديو اه شرحة بالضبط على قماش ازاي تقدروا تعملوه على كزا شكل دلوقتي اه حردة الرقبة انا خدتها حوالي عرض حوالي خمسة ونص سنتي والحردة الخلفية خدتها حوالي اه سنتي ونص ودلوقتي دي الحردة الامامية حردة الرقبة الامامية خدتها حوالي ستة سنتي وعرض الكتف خدته حوالي عشرة سنتي زاي كانك بتشتغل على القماش عادي خالص وهنزل حوالي ميل الكتف حوالي سنتي ونص الفرق بس حبابي في البطرون ان احنا البطرون بتقدري تحطيه على القماش وترسمي على طول وتقدري تحطي كزا قطعة وتقصي مرة واحدة دلوقتي كده انا هنزل على حردة البط يعني دي طريقة انا بشتغل بيها وان شاء الله الفيديوهات اللي جاي هعرفكم ازاي الطريقة ان انت تشتغلوا وتقدروا تعملوا مشروع اهو انا كده نزلتها حوالي حداشر ونص سنتي او حداشر سنتي وبرضا هنزل لكم اه جدوى المقاسات يعني اقرب حاجة للمقاسات الطبيعية بتاعتنا احنا كمصريين يعني عشان بيبقى في بطرون ايطالي ما بيبقاش قريب مننا يعني في المقاس فده كان اقرب جدوى المقاسات انا اشتغلت عليه وكان مناسب يعني الى حد ما انا دلوقتي باكتب لكم المقاسات اهو حوالي عشرة ونص عارض الكتف وهشرح لكم بالزبط اه الجدوى للمقاسات في فيديو الواحد وكده اه تزودي ايه وتنقصي ايه دلوقتي انا عملت العرض حوالي اه اتناشر ونص ده سن من ثلاث شهور لست شهور بس انا عملته حوالي اتناشر ونص عشان هيبقى على وماش مطات يعني الشغل اللي انا اشتغله فيه مطة انت حابة مسلا يبقى شغل مفوش مطة بتزودي كمان شوية يعني ممكن تزودي اتنين سنتي او تلاتة سنتي طبعا بعد ما نزل لكم جدوى المقاسات هتقدروا تعرفوا المقاسات ايه اللي انت هتحددوها بالزبط يعني هشرح لكم بالزبط في الفيديو اللي جاي تزودي ايه وتنقصي ايه او كل حاجة يعني هشرحها لكم مع مع الجدول ده زي ما قلت لكم ده اقرب جدول انا اشتغلت عليه اهو كده انت بقى بتنزلي طول الكورساج او طول الوسطى عند الطفلة اللي هي تلاتة او ستة شهور اهو كان حوالي تمنتاشر طبعا الاعمار الصغيرة اللي هي من اه البيبي هات الحد اربع سنين او خمس سنين بيبقى بيعتبر السدر قد البطن قد الهنش يعني احنا دي حاجة كلنا عارفينها انهم بيعتبر ده كله قد بعضه الدورانات كلها تبقى قد بعض او دلوقتي كده انا هياخد معي طول الجيبة بتاعتي من طول الوسطى شايفين انا بعد ما خدت طول الوسطى قد ايه هياخد طول الجيبة اهو المنظر ده وهزوت برضو الخياطة بتاعتي كل حاجة بتحطيها على البطرون بتاعك بحيس ان انت ما تيجي تحط البطرون على القماش ترسمي فقط لغير وتقصي انا بكتب لكم ان العرض كان حوالي اتناشر ونص يعني انا بعمل البطرون ده عشان عايز اقص كزا قطعة فاهمين يعني انا هحط كزا قطعة من القماش مش هقص قطعة واحدة بس هي الفكرة في البطرون بيرياحك في كده ان انت لو عايزة مسلا تقصي خمس فساتين مع بعض تحط البطرون وتقصي انا كده عملت الجيبة بتاعي تلفستان بتاعي اهو ده كده طول الجيبة واكتبي كل حاجة كل مقاس انت بتكتبيه وبتعمليه يعني انت ممكن تاخذي من جدول المقاسات وتعملي بطرونات على جدول المقاسات ده وهي دي الاساس اللي انت هتشتغل عليه اهو انا كده خدت اهو طول الجيبة عشرين وزودت تلاتة سنتي عشان التانية والرفية اللي بنتها زي ما قلتلكم تقدروا تفتحوا بالطريقة دي مشروع ان انتو تخلوا عندكم بطرونات جاهزة لكزا حاجة هوريكو دلوقتي ده هينفع هنطلع منه كام شكل فستان ادي كده ده شكل فستان واحد بصوا كده ده الشكل التاني من الفستان التاني يعني الفستان الاول ده كان بيزك ده لو عايزة الجيبة تبقى نازلة على قفازيه شوية ممكن كمان تركبه قاستك في النص بيبقى شكله تحفة اهو هطلع من الطرف حوالي سنتي وهعمل زي ميلا كده عشان ما يبقاش الفستان معيك مجنح كل حاجة اكتبيها على البطرون بتاعك بحيث ان برضو عينيكي تبقى شايفة يعني انت هتلاقي نفسك اوقات حفزتي اصلا المقاسات اهو ده كده طول الصدر بتاعي بقولكو حوالي تمنتاشر سنتي اهو بصوا بقى كده انا دلوقتي هعمل ايه هاخد طول التشيرت يعني انا من البطرون ده هعمل فستان وهعمل تشيرت يعني هعمل اكتر من شكل من فستان وهعمل دلوقتي تشيرت السن ده طول التشيرت فيه حوالي تلاتة وتلاتين سنتي فانا هعلم بقى عند تلاتة وتلاتين سنتي وهوريكو ازاي ايه تقدروا وده الجدول اللي انا بقولوكو ان هو اكتر حاجة يعني كانت مناسبة بالنسبالي جربت كزا جدول فما كانش كويس يعني معي فده كان اقرب جدول لمقاساتنا يا عملته هو حوالي تلاتة وتلاتين سنتي للتشيرت وهاخد علامة هاوصل بس باللي هو الخط بتاع الفستان البيزة لما اجي احب بقى اعمل تشيرت هوريكو ازاي تتنو البطرون عشان تعمله تشيرت يعني البطرون ده هينفع معيك ان انت تعملي كزا قطعة يعني الفكرة بس ان انت تطلعي انتاج هي دي الفكرة ان انت تطلعي كزا قطعة من بطرون واحد بس دلوقتي هنبتدي بقى نقص مع بعض طبعا احنا هنقص الخلف الاول هو كده انا بقص الحرد الامام الخلفية للبطرون بتاعي وده عرض الجدف طبعا انا فضل طبعا ان انت لو هتعملي لحد معين او حد عندك سن معين ان انت برضو تاخدي المقاسات يعني انا ما بحبش دايما نعتمد على آآ آآ جداول او حاجة يعني انا جنب الجدول او عارفة ازا كان المقاس ده فعلا ان هو مقاس السن ده ولا لأ يعني ده بيجي معيك من الممارسة او كده انا بقص على الشكل الفستان الواسع مش مش الدايئة طبعا زي ما قلتلكم انتو لو القماشة هيبقى فيها ما فيهاش لكرة بتزودوا شوية زي ما قلتلكم هاشرح لكم بازن المرة الجاية الجدول للمقاسات تزودي قد ايه وتحط قد ايه يعني زيادة لكي. الناس طلبة مني برضو بمقاسات النسائي بازن الله برضو هنزلكوا جدول ليها. او كده انا هاقص بقى البطرون بتاعي من النص. هعمل بطرون لجزء من الخلف وهعمل بطرون جزء للامام. اهو ده كده هيبقى الخلف اللي انا قصيت حردة الرقبة بتاعته الصغيرة. ده كده خلف بطرون فستان. انا كبهو لسن كزا يعني تحددي ده بتاع سن كام. اهو فستان ست وشهور. طبعا من تلاتة الستة بيبقى مكتوب في الجدول معاك من تلاتة الستة او حاجة معينة انا هوريكو يعني ان شاء الله الفيديو الجادي الجاي هشرح لكم بالزبط ايه الفكرة في الجدول المقاسات ده. اهو. طبعا بتحفظيهم في مكان كده بتبقي عارفة بقى ان دي حاجتك. انت بمحافظ عليها عشان ده بيستمر معك. بصوا بقى عشان اعمل تشيرت هروح اعمل كل اللي انا عامليه. هطني بس من هنا وهطني الجزء ده. كده بصي ده شكل تشيرت اهو معك. ده اول موديل من البطرون. هقص بس الحردة الامامية بتاعتي. طبعا احنا عاملين نص بس. انت بتبقى تانية القماش على اتنين مش على اربعة. وتعملي الامام بتاعك. هوريكو برضو لو انتو حابين تعملوه على اربعة. في اخر الفيديو برضو انا عامله لكو على جزء الفستان من فوق كده على اربعة. او بقى معاكي خلف ومعاكي امام تشتغلي عليهم. او هوريكو بقى على القماش دلوقتي انا معايا كتعة القماش دي انا مقسميها على اربعة او مطبقها على اربعة. بتغذي البطرون بتاعك لو انت الفستان بتاعك مفهوش سستة بتغذي من الناحية المقفولة. ما بيبقاش فيه زيادة. طبعا احنا عارفين ان احنا السستة بنزود لها. برضو الحاجات دي هشرحها لكم ان شاء الله قدام في فيديوهات. يعني ربنا يدينا الوقت. فدلوقتي بصوا انا همسك بقى البطرون بتاعي. اهي حتة قماش صغيرة جدا عندي يعتبر بواقي. اخد البطرون بتاعي واحطه عليها. مجرب بس ان انا هرسم الرقبة هرسم حرضة البط وهرسم يعني انا مخلي القطعة طولها طول الكورساج بتاعي السن ده. عشان ما تتبنيش بس في القص. يعني هو الكورساج بتاعيه 18 سنطر. القطعة دي طولها حوالي 18 سنطر. هرسم الرقبة دي الحرضة الخلفية اهي. حابين انتو تدبسوه باقول لكم حابين تدبسوه تدبسوه. البطرونات الكبيرة يعني ممكن تحط عليه على البطرون حاجة. عشان ما يتحركش منك. عشان الرسمة على القماش تبقى مزبوطة معيك. طبعا زي ما قلتلكم الفكرة ان انتو تحطوا كزا قطعة. يعني مسلا بدا ما تقصي فستان واحد. تقصي اتنين. تقصي تلاتة على حسب ايدك ما هتستحمل في القص. في مقص برضو كده يدق قهربة. اه اللي حابب برضو يشتريه ده. يبقى اريح كتير طبعا من القصب اليدوي. ده اللي حابب يعني ربنا يوفقه يعمل مشروع ان شاء الله. كده بصوه انا قصيته هو صدر الفستان بكل سهولة. يعني مش هادي ارسم بقى او افتكر المقسات ايه هو البطرون عندي جاهز. او هاخد واحدة منهم هعملها امام. يعني انا فصلتهم خلاص هاخد بقى واحدة منها هعملهم امام. انا كده بقول لكم يعني انت لو عايزين تعملوا اهو اقسموا حردة الباط بالنص. واقصوا بحتة اللي فوق دي. كده عملت خلاص يعني انت ممكن تجيبي بقى كورنيش وتحطيه على الفستان كده خلاص. ده كتف وكتف برضو كتف وكتف اهو بالطريقة دي. بتيجي عند حردة الباط وتتني من اول الرقبة لحد حردة الباط. احنا شرحينه مع بعض الفيديو قبل كده اه طريقة الكتف وكتف برضو. لو حابين تشوفوها هاسبها لكم في صندوق الوصف. اهو ده كده انا هعمل بقى حردة الامام بالرقبة. حطيت البطرون بتاع الامام بتاعي زي ما هو كده على القماش. وهعمل بس الحردة بالرقبة بتاعتي قد ايه الامامية. طبعا زي ما قلتلكم تقدروا تعملوا فستان حتة واحدة اللي هو الطريقة الواسعة. يعني تطلعي منه كزا موضلة. اهو طلعنا اتنين اوف شولدر. واحد كتف وكتف. وواحد اللي هو من غير حملات خالص. بيبقى قسطك من عند السدر. وواحد عادي خالص بشكل الرقبة. اهو انا كده عملت الحردة الامامين. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى لايك وتدعموني بتعليقاتكم وقولولي محتاجين ايه الفترة اللي جاي.